تحت رعاية وزيرة الصحة سعادة السيدة فائقة بن سعيد الصالح وقيدة الورش العملية التاسعة لطب رياضة السيارات وذلك بتنظيم من الاتحاد البحرني للسيارات بالتنسيق مع وزارة الصحة وبحضور كافة المعنيين من التواقم الطبية والتمريضية والفنية المشاركة في سباقات الفرميلة واحد إيمان شرف مزيدا من التفاصيل موعد يجدد عهده كل عام ليجمع بهوات ومحبي رياضة السيارات في سباق الفرميلة واحد وكالمعتاد مملكة البحرين متأهبة وفي أتم استعدادها لاستقبال هذا الحدث الرياضي بحلبة البحرين الدولية ومن بين هذه الاستعدادات انطلقت الورشة العلمية التاسعة لطبي رياضة السيارات والتي ينظمها الاتحاد البحريني للسيارات بالتنسيق مع وزارة الصحة دورنا مختصين بسلامة الغدائية نقوم بالإشراف على ترخيص متعهدين توفير الأغذية وفي أثناء المناسبة عندنا فريق يزور المحلات الموجودة داخل الحلبة ونتأكد من كل الشروط الصحية أنها تكون مطبقة دورنا بدأ قبل فعاليات الفورمولة اللي هو في تجهيز وعداد العيادات الخاصة بالجمهور الفورمولة طبعا في أثناء الفورمولة بيكون طبعا هناك طاقم طبي من الرعاية الأولية الطاقم يتكون من تسعة طباء عائلة وثلاثة عشر ممرض وصيدلان يساء طبعا هيدوهم بيكون في أثناء الفعالية اللي هو معاينة المرضى وعلاجهم وطبعا أي حالة تحتاج إلى أسعافها يعني حالة حرجة نحاولها عن طريق اللي هو الأسعاف المتواجد معانا في العيادة تجتمل هذه الورشة على ثلاثة عشر محاضرة نظرية وعملية يتحدث خلالها الأطباء والمختصين في هذا المجال حول عمليات الإنقاذ والإسعاف واستخراج المصابين من المتسابقين إلى جانب التعمل مع مختلف أنواع الإصابات مثل إصابة الرأس وطرق الإنعاش والإسعاف الأولي إسعاف دورة في سباقات الفورمولة واند دور كبير وحيوي من 2014 لحد الآن قبل السباق نستعد بتقطية حلبة البحرين أول سبوع قبل السباق نقطيه بـ 12 ساعة كل يوم وبعدين يتحاول إلى 24 ساعة كل يوم إلى وقت السباق وقت السباق يكون عندنا فريق مكون من 11 سيارة تسعاف وثلاث أفرقة من اللي يسمونهم فريق الانتشال السائق من السيارة وكل فريق مكون من خمسة من موظفي خدمات الإسعاف سبع عيادات لخدمة الجمهور متوزع حولين الحلبة محل مدرجات الجماهير وفيه منطقة الترفيه فيه عيادتين هناك على ساس خدمة الجمهور المتردين على الجمهور إن عنصري الأمن والسلامة من أهم أسس رياضة السيارات ووزارة الصحة هي المقدم والمزود الرئيسي للخدمات الطبية لفعاليات الفورملا واحد في الإشارة إلى أن هذه الخدمات المقدمة تأتي متوافقة وملبية لاشتراطات اللجنة الطبية في الاتحاد الدولي للسيارات إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين